رغم الجهود المستميتة لتمهيد دروب المودة بين النظام السوري وطهران ورغم التصريحات المتواترة التي تسعى جاهدة لردم صدع التوتر المتنامي فإن الحقيقة لم تعد قادرة على التخفي وراء الكلمات منذ بدء معركة الطوفان ظهرت المحاولات غير المباشرة لردم الهوة العميقة بين الطرفين إلى درجة وصلت ببعض المسؤولين الإيرانيين إلى حد التغزل ببشار الأسد لكن ما بين السطور يظهر ملامح واقع مختلف وكأن الولي الفقيهة قد تهلهلت عباءته ورثت وفي تطور حديث تكشف معلومات حصل عليها تلفزيون سوريا عن خطوة جديدة قام بها الأسد حين دعا مشايخ الساحل السوري ومنهم أعضاء في المجلس العلمي الفقي إلى دمشق وقدم لهم تطمينات تتعلق بتطورات العسكرية والقصف الإسرائيلي المتزايد على مناطق الساحل والعاصمة والأهم من ذلك كانت توجيهة صريحة لهم بأن لا تبيعوا أراضيكم للإيرانيين واللبنانيين رسالة اعتبرها كثيرون محاولة بائسة لإظهار استقلالية مفقودة عن طهران أما سوريا فمضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان لم يقف الأسد عند هذا الحد بل أفصح أمام مشايخ طائفته أن سوريا وفي لحظة تحول حاسمة قد اتخذت قرارا بالابتعاد عن المحور الإيراني والتوجه نحو الحضن العربي وأن دعما خليجيا قد يكون في الطريق لتحسين الوضع الاقتصادي خلال ثلاثة أشهر فقط هذه التطمينات جاءت في وقت يتزايد فيه الحديث عن شرخ عميق بين الأسد وطهران شرخ يتعمق كل يوم معلنا عن صراع مكتوم في الكواليس وتصدعات قد تغير ملامح التحالفات القديمة وتفتح الباب على احتمالات جديدة لمستقبل المنطقة وهكذا تتجلى في المشهد السوري بوادر شقاق خفي بين وعود تستجلب حضنا عربيا وأوامر تمنع امتداد النفوذ الإيراني مراقبون رأوا في حديث الأسد عن الاستقلالية مفارقة ساخرة لا سيما أن إيران تتغلغل في كل زاوية متسائلين في الوقت ذاته كيف ستكون استجابة إيران لمحاولات الأسد إبقاء مسافة معها وهل ستسمح له بالمضي قدما في هذه اللعبة المزدوجة ترجمة نانسي قنقر